ما بتحسمش الألقاب والبطولات والأهلي هو أكبر دليل على الكلام اللي أنا بقوله لكن كمان عندنا رهون كبير جدا على المنتخب الأولمبي بمناسبة روجيرو ميكالي استدعى بالفعل يد العسلاني وعمر فايد وبلال مظهر عشان يستعدوا لمباراتين وديتين يلعبهم المنتخب الأولمبي في إطار السعادات والأولمبياد باريس دي قيمة المنتخب اللي اختارها طبعا روجيرو ميكالي لمعسكر شهر يونيو أو شهر يونيو معسكر أعتقد هلعب سبعة وحداشر تقريبا عندنا طبعا حمزة علاء حراسة المرمى علي الجابري محمد السيد ومحمد نديم خط الدفاع أحمد سيد عبدالنبي كريم الدبيس طبعا نجم النادي الأهلي حسام عبد المجيد نجم الزمالك محمد حمدي محمد طارق وأحمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد وإياد العسلاني خط الوسط عندنا محمود صابر محمد شحاتة محمود جهاد أحمد عاطف قطة مصطفى سعد ميسي أحمد أحمد نادر حواش عمر الساعي زياد كمال وعلي زعزع أما خط الهجوم فاختار أسامة فيصل وبلال مظهر خدوا بالكم منتخب كوديفور طبعا كان في كلام كتير جدا عن وديات مع العراق مع اليابان مع الأرجنتين لكن في النهاية تم الاستقرار على كوديفور ومناسبة منتخب الأوليمبي كوديفور منتخب محترم جدا 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 يعني تبتكلم على آخر ودياتين لعبهم منتخب كوديفور واحدة مع منتخب فرنسا وخسر المباراة دي بنتيجة 3-2 ولعب مع منتخب العراق لا أعتقد منتخب العراق مشارك في الأوليمبياد برضو لعب مع منتخب العراق كسبو بربعية نظيفة فبالتالي منتخب قوي هيلعب مع المنتخب الأوليمبي يوم 7 ويوم 11 والتشكيل اللي أنا قلته لحضراتكم عليه دلوقتي أنا بشوف أنه أكيد طبعا أكيد يعني طبعا أنا شافها أكتر من كابتن حسام يعني أكيد الراجل ده واحد من أستطيع الكرة المصرية ونجم كبير جدا جدا لا بشافش حسام يعني تسعة زي ما بيقول الكتاب نجم من أهم من نجوم الكرة المصرية على مدار التاريخ لكن في النهاية أعتقد أنه كابتن حسام خطت تحت عانيه عدد كبير جدا من الأسماء دي وبشوف أنه لو تلعب كاس عالم 26 منهم نجوم على فكرة النهاردة مش مستني يبقوا نجوم بكرة يعني الأسماء اللي أنا قلت لها لحضراتكم دي منهم لعيبة مستوى تلعب النهاردة منتخب أول فأعتقد طبعا والكلام اللي قاله كابتن حسام أنه فيه خطة محطوطة عشان يعني يقدر ينزل بالمعدل معدل الأعمار لمنتخب مصر هيحصل بشكل تدريجي وده اللي احنا نتمنى أعتقد أنه بعد الأولمبياد فيه جزء كبير جدا من اللعيبة دي هتخش في القوام الأساسي لمنتخب مصر ومنها الحقيقة من قبل الأولمبياد أنا بشوف أنه فيه أسماء كتير جدا كانت تستحق التواجد لكن طبعا من حق ميكالي أنه يحتفظ بلعيبته الأساسية ويحضر وياخد أريحيته وراحته الكام لو هو بيحضر الأولمبياد باريس وراهنا كمان على المنتخب الأولمبي إن شاء الله في الأولمبياد